بخطوات تتشابه كثيراً مع سابقاتها من المدن والمناطق السورية تمضي الأمور في محافظة درعا في الجنوب السوري نحو حرب دموية تهدف إلى إخضاعها وتصفية وجود المعارضة فيها قصف عنيف تعرضت له مناطق المحافظة من قبل طائرات النظام والطائرات الروسية فيما يشبه إلى حد كبير ما جرى سابقاً في حلب والغطة الشرقية لدمشق وبينما تعلن فصائل المعارضة عزمها على المواجهة ورفض التسليم تبعث الولايات المتحدة الأمريكية برسائلها واضحة هذه المرة مطالبة تلك الفصائل ألا تبني قراراتها فيما يتعلق بالمعركة على افتراض أو توقع قيام واشنطن بتدخل عسكري لوقف هجوم النظام السوري رسائل تبدو عكاساً لتفاهمات إقليمية ودولية ربما ترتبط بالمطالب الصهيونية بشأن إبعاد القوات الإيرانية عن مناطق الجنوب السوري المحاذية لهضبة الجولان المحتلة وحدود الكيان الصهيوني بل إن هذه المطالب الصهيونية تحولت قبل أسابيع إلى تهديدات باستهداف رأس النظام السوري إذا سمح لإيران أو غيرها بشن حرب ضد كيان الاحتلال من داخل الأراضي السورية وبحسب المحللين فإن ثم تتفاهماً أمريكياً صهيونياً مع نظام الأسد بضمانة الروسية بشأن معركة درعة تفاهم يقضي بإبعاد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها عن المعركة مقابل تعهد أمريكي بعدم التدخل لوقف الحرب مهما ارتكب فيها النظام من مجازر وكذا ضمان عدم استهداف الأسد أو قواته من جانب الكيان الصهيوني ما يعني بالتبعية تخلياً أمريكياً روسياً عن الالتزام باتفاق خفض التصعيد الذي يشمل درعة وتراجعاً من جانب واشنطن عن استراتيجيتها في دعم فصائل الجيش السوري الحر عربياً فإن إرهاصات معركة الجنوب السوري ربما تثير في رأي مراقبين قلقاً متصاعداً لدى الأردن الذي يخشى نزوح مئات الآلاف من اللاجئين السوريين باتجاه حدوده مع احتدام المعارك ما يمثل ضغطاً كبيراً عليه في وقت يواجه أزمة اقتصادية واحتجاجات أطاحت بالحكومة وربما يصب ذلك كله في خانة مساومة أمريكية لعمان على بعض مواقفها العربية لا سيما الموقف من القدس وصفقة القرن ترجمة نانسي قنقر